ناحد قاعد متفرج علينا دلوقتيه وعنده ببيت و صلاح غير مرخص إترخص مع اسلاح طبعا في سلاح آلي ما بيترخص هو مع سلاح معي طبانجة مش كده با هو انت لما تيجي تترخص سلاح بيطلع لك تسحشرة بتروح تشتري من ناس مرخص لهم اه يعني تسلاح بقى للبيت يعني السلاح ده لازم تسيبك مصدره مالوش مصدر يبقى يسلمه اسمح لي بقى كده قربها المشاهد يقول ايه رخصة سلاح زي رخصة السواق بالزبط انت معاك رخصة لحمل سلاح بالزبط صح كده يعني الرخصة يعني مش انت السلاح نفسه اللي بيترخص لا ده انت الشخص الليك حق انك تحمل سلاح وذلك بتاخد تصريح الشراء وبتشتري من محلات مرخص لها اشتريت بقى او تستورد منبرة بس بتبقى السلاح ده عالرخصة بالرقم بالرقم والمركة والعيار طبانجة براونينج مسلا سميس مش عبئي بتحمل رقم كذا هل الانسان من حقه معاه رخصة يحمل سلاحين كنا زمان فيه اتنين وثلاثة واربعة وبال حضرتك انا شخصيا معايا طبانجة وبندقية وبندقية رصاص وبندقية تانية خرطوش ده 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 حدود الخرطوش دي ده صيد اللي بيستطيعها في الصيد يعني دي برضو لازم ترخص طبعا يعني الناس اللي بتطلع تصطاد في رحلات صيد دي شروطها اقوى معايا لازم تكون عضو نادي صيد وعضو نادي صيد وإيه وبالك كتير مش لسه مطلع العضوية عشان طلع الرخصة تمام وقادر على الانفاق على هواية الصيد لان دلوقتي طب انا دلوقتي عضو في نادي الصيد قويس هواية الصيد دي تعارف خرطوشها بكام دلوقتي لا انا بس عايزة اركزها حتى انا عضو في نادي الصيد لازم اكون عضو في نادي الصيد رقم العضوية ده تاريخ سابق اوي اوي لطلب الترخيص وهناك يدوك شهادة بانك انت من عضان الصيد الذي تمارس هواية الصيد هناك في النادي ولازم يكون عندي مصاريف الله ده رصيف امعاك ممتلكات اللي انت فعلا راجل غاوي بقى في وقت فراغك بتطلع الفيوم تستطلع بط تطلع هنا تستطلع كذا الخرطوش بشتسير فلان رحلة الصيد دي بتكلفك كذا اذا كانت انت راجل يضغبك جنب الحيط وموظف غالبان هتطلع الصيد ازاي انت مثلا اواخد ترخيص ثلاث قطع اسلح عشان انت زابط تعمل ده لا لا لكن مواطن عالي لا 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 عشان انت زابط لا لا خالص انا مره في اسم الجيزة جالي واحد مرخص 14 حتة اه طيب يعني ميه 14 حتة ده مش عارف كان من عائلة كبيرة جدا هواية يعني في ناس اصلاحا ده هواية السلاح برب من عائلة كبيرة جدا في البنية عائلة اسمالية مكادة اللي ارحمه يعني فانا اتفاجئت وبعدين جاي وهو كانت ساعتها نائبة وحاجة زي كده عضو مجل الشعب وحاجة زي كده وكان على صلب وزير الداخلية وعلى صلب ناس كبيرة وكل ما تعجبه حتة السلاح يضفع الرخص يضفع الرخص طلبات اضعفة كتير جدا ومفئر له فلما قال له كنت زابط ليس صغير فقلت له طب وريني السلاح ده نزل العربية جابه وبقى متأفف مش واخد على ان حد يقول له وريني عشان اطابق الأرقام طبق 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 فبسألته فسألته طبعا سؤال زي انت بتعمل بيو 14 حتة انت ما عندكش 14 ايد عشان تضرب بيو قال يا استاذ انت عندك الترخيص والورق وانا جاي في معادة الترخيص بدفع الرسوم وجدد كان زي ما نصل رسوم الترخيص نكلة دلوقتي مش هيرخص طبعا مش هيرخص 14 قطع لا 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 لان الحتة دلوقتي بحوالي 5000 والحتتين ب15 فاللي عنده حتتين ده سلاح الحقيقي ده ده بيوصل 100000 جنيه لا لا رسوم التجديد رسوم التجديد فلما يجي جدد وليه نفسه بدفع 15 هيتنزل عن حتة وتتبع لصالحه يعني حال النهاردة ان الشخص يضبط معايا بندقية في صيد مش مرخصة ده حمل سلاح واستعماله برده حمل سلاح بدون ترخيص ويرروح محكمة الجنيه بلاش كده انت حضرتك بتدور يا دكتور على بندقية لا ده لو معا طلقتين طلقة 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 9 مليا أو 7-62 طلقت اي عيار طلقة زخيرة من غير سلاح بيتعملوا يعني انا لو ماشي في الشارع مثلا معايا طلقت سلاح في جيبي مثلا وتحت اي ظروف جناية جناية سلاح بدون ترخيص زخيرة بدون ترخيص زخيرة بتتعرض على محكمة الجنيات في الطلقة دي آآ طيب كده لازم يعني الناس تعرف خطورة حيازة السلاح والزخيرة أنا وقتي خلاص حلقة بتنتهي بسرعة كده أهم هو الجوات الحلو بيمر بسرعة ببنخليك ومعايا اللي هو محمد نور الدين مساعدة رزية الداخلية الأسبق تحتام رجل شرطة اللي هو من الخبرة الكبيرة تحتام عايز مشتغلتي في الصعير عايز رسالة رسالة في 30 سنة للمواطن المصري اللي بفكر يحمل سلاح أو اللي معايا سلاح بدون ترخيص لا اللي معايا سلاح بدون ترخيص بيعرض نفسه لعقوب الجناية بيكون روح محكمة الجناية يعني أنا فجعت مثلا قريب لقيت أحد أقاربي في الصعيد صد هربان من حكم ونصحته أنه يسلم نفسه على طول بالأشغال الشقة المؤبدة عشان عنده بندقية قالي اتضبطت عنده فعلا وبإجراءات سليمة وليه عم انتشال بندقية انت هتحارب قال لي يا بيما كان أيام الإرهاب وكانوا الإخوان وكان العالم دي كلها وكنا خايفين على حياتنا وابتاع جبتها قالت المرحلة دي انتهت قال لي ما انتهت وبقيت مش عارف أعمل ايه في النصيبة اللي معايا دي اما انا مش هنزل السوق أبيعها ولا أدلل عليها ده فانتهه وربنا رزقني بواحد خبص علي وجي الزابط طلع إذن يابقى وطلعها وجالي حكم بالأشغال الشقة المؤبدة على حيازة بندقية آلي وطوله الله انصحك لوقت تسلم نفسك وحتسقط الحكم الجامد ده هيسقط وهات محامي كويس يترفع عنك ويثبت أثبات خوفك أيام الانفلات الأمنة على أسرتك وعلى أولادك وعلى بناتك وعلى أموالك وهتاخد حكم هتاخد حكم بس إن شاء الله ما يوصلش للمؤبدة كده